اشتماع سعدة دكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع وفد من البرلمان البريطاني وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامى الفين واربعة وعشرين الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من السادس حتى ثامن من ديسمبر الحالي وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تنام ملموس في مختلف المجالات في إطار حرص البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث آخر التطورات والمسجدات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والأوضاع الإنسانية حضر الاجتماع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسيد علي خالد العريفي رئيس مركز المدار بوزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر